تأسيس البحرين وفي هذا اليوم الأغر قامت مجموعة من قوات الواجب الخاص اثنين من وحدة الحرس الملكي بالمشاركة في هذه المناسبة بقراءة الفاتحة والدعاء على أرواح الشهداء الأبرار تقديرا وتثمينا لكل ما قدموه من تضحيات جسام لوطنهم ودفاعهم عن الحق والشرعية مؤكدين الاستمرار ببذل الغالي والنفيس في سبيل عزة ومنعة مملكتنا الغالية وذات هذه المناسبة عرفانا من المملكة بمكانة هؤلاء الشهداء في ضمير ووجدان الأمة الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل كرامة وحرية أبناء المملكة والدفاع عن الحق والعدل وتشكل مناسبة يوم الشهيد تعبيرا حقيقيا عن الترابط بين أبناء البحرين وما تكنه القيادة رشيدة وشعب البحرين من تقدير وفخر واعتزاز بهؤلاء الشهداء البواسل اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم أرفع لهم الدرجات وكفر عنهم القطايا والسيئات اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى في أعلى الجنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدموا دماءهم لتظل الراية بأحمرها خفاقة ترفرف بسارية من وريد الشهيد وتسر ناظر الشرفاء وتعمي بصائر الجبناء هؤلاء من قدموا صدورهم دروعا دفاعا عن حياض الوطن ورسوخ عقيدته سواء في داخله أو على أقطار خليجه العربي وإكراما لدمائهم الزكية فقد تفضل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله بإعلان اليوم السابع عشر من ديسمبر في كل عام يوما يحتفى فيه بالشهداء تخليدا لتضحياتهم إعلان استقبل بالترحيب وسمي بيوم الشهيد يوم ليس للحزن بل للفخر والاعتزاز فهم أحياء عند ربهم يرزقون في عليين مع الأنبياء والمرسلين فطوب لهم ولذويهم الشامخة نواصيهم فلا يصف اعتزازهم أحد شعرا كان أمن ثرا والله فخر عظيم يعني الحمد لله رب العالمين كلنا بنموت ما حد يعني بيتعمر في هالأرض الكل بيموت بس موته عن موت التافرق هو موت الله يرحمه برحمته يعني موته طيبة يعني رفع يعني رفع من قيمته هو قبل أن يرفع من قيمته وقيمته له نحن نفتخر فيه كون شهيد في سبيل الله في سبيل الوطن ونتمنى نكون في مكانه يعني الوطن غالي يستاهل الإنسان يضحي في دمه في روحه في ماله في عيشه أغلى ما عنده يوم صار من أيام مملكة البحرين الوطنية المجيدة يوم تستذكر فيه البحرين قيادة وشعبا ملاحم أولئك البواسل الذين استشهدوا في سبيل أداء واجبهم الوطني حفاظا على الأمن والاستقرار شهادات قدمت من رجال وزارة الداخلية إلى جانبهم رجال قوة الدفاع الذين استشهدوا في ساحة الوغى دفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق وحياض خليجنا العربي ونحمد الله ونشكر أن ولدنا استشهد حماية الدينة استشهد في حماية الدينة وثاني شيء ونحن نقدم عشرة شهادات كل عيالنا كلهم بالقوة يشتغلون يوم الشهيد لفتة أبوية إنسانية من لدن جلالة الملك المفدى قدم للبلاد لتتبارك به وليهنئ المواطنون بعضهم بعضا بما فعله النبلاء الذين كادوا كيد الكائدين بفضل من الله ومن ثم بفضل سواعدهم التي تختال بأسمائها كل نفس طيبة على هذه الأرض أي فخر يرقى على فخر قيادة البحرين وأهلها اليوم هو يوم تتعالى فيه التضحيات وتسمو على سحائب المجد شامخة لا تذروها رياح بل تصير على البلاد مضيئة كأنها الشمس وتشرق على أرضها وأهلها حتى يوم لا ريب فيه بسامن بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين